بسم الله الرحمن الرحيم وبالله نستعين اليوم سأبدأ بشرح الوحدة الثالثة عشرة من وحدات المهارات للصف التاسع والتي هي بعنوان الرفق بالحيوان يتوقع من الطالب والطالبة أن نحقق النتاجات الخاصة التالية وهي أن يقرأ النص قراءة صامتة واعية أن يقرأ النص قراءة جهرية معبرة أن يتعرف كاتب النص ومؤلفاته أن يتعرف معاني المفردات الجديدة وخامساً أن يتعرف الفكرة الرئيسة لكل فقرة وأن يبين الصور الفنية في بعض العبارات وأخيراً أن يبين السمات الفنية والعاطفة في النص فأتمنى من الجميع أن يتخيل نفسه في قاعة الصف فيحضر كتاب اللغة العربية المهارات ويفتح على وحدة الرفق بالحيوان صفحة 37 والبدء بالقراءة الصامتة لهذا النص للتعرف على الفكرة العامة له ومن ثم يبدأ بالقراءة الجهرية وبعد ذلك سأقوم أنا بإكمال باقي النتاجات طبعاً عنوانه الدرس هو الرفق بالحيوان الفن النثري أو الأدبي لهذا النص عبارة عن مقالة أدبية للكاتب مصطفى السباعي طبعاً معلومات أكثر عن الكاتب من خلال التعريف الكاتب صفحة 38 هو كاتب سوري من رجال الفكر عمل أستاذاً جامعياً وعمل في الصحافة ومن مؤلفاته أخلاقنا الاجتماعية ومن روائع حضارتنا طبعاً النص أخذ من هذا المؤلف لو قلت لكي ما الفن النثري للنص؟ مقالة أدبية كاتبه مصطفى السباعي مؤلفاته هذان المؤلفان والمؤلف الذي أخذ منه النص من روائع حضارتنا طبعاً أمامكي الآن نص الكتاب أنا سأقرأ الفقرة الأولى على مسامع الطلاب وسأقوم بتحليل الفقرة الأولى من حيث المعاني والأفكار وإذا كان هناك أي صور فنية كما نفعل في الصف تماماً أعزائي الطلبة كانت الإنسانية حتى العصر الحديثي لا ترى أن للحيوان نصيباً من الرفق أو حظاً من الرحمة ومن اللافت للنظر أنك لا تجد في تعاليم الشعوب الأخرى حتى وقت قريب ما يحمل على الرفق بالحيوان ووجوب الرحمة به فتبرز حضارتنا في مبادئها وواقعها بثوباً من الرحمة والشعور الإنساني المرهف لم تلبسه حضارة من قبلها ولا أمة من بعدها حتى اليوم من بداية الفقرة إلى كلمة اليوم هنا تكون الفقرة الأولى أنا قمت بوضع كل فقرة طبعاً كل فقرة معاني زائد أفكار وصورة فنية طبعاً هذه الفقرة الأولى وليست الثانية كلمة الرفق تعني اللين والإحسان اللافت للنظر كان نشاطه لافتاً للنظر يلفت الانتباه المرهف الرقيق واللطيف الرحمة الرأفة والرقة واللين تبرز تظهر يوجد صورة فنية في عبارة فتبرز حضارتنا بثوب من الرحمة صور الكاتب الحضارة بشخص يرتدي ثوباً وشبه الرحمة بهذا الثوب شبه الحضارة بشخص يرتدي ثوباً وشبه الرحمة بالثوب الفكرة الرئيسة للفقرة الأولى هي عناية الإسلام ورحمته بالحيوان على خلاف الحضارات الأخرى يعني الإسلام يختلف عن باقي الحضارات في عنايته ورحمته بالحيوان وكأنه كان يرتدي ثوباً من الرحمة والإحسان والرف هذا ما أود أن أقوله عن الفقرة الأولى طبعاً سأتطرق لبعض القضايا اللغوية في الفقرة الأولى عندما أقول أن للحيوان نصيباً أن للحيوان نصيباً تعرب كلمة نصيباً الواردة اسم أن مؤخر منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح الآن سننتقل إلى الفقرة الثانية والفقرة الثانية ستكون من كلمة أول ما تعلنه إلى كلمة أجر إلى كلمة أجر أول ما تعلنه مبادئ حضارتنا في مجال الرفق بالحيوان أن عالم الحيوان كعالم الإنسان له خصائصه وطبائعه وشعوره قال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم صدق الله العظيم فله حق الرفق والرحمة كحق الإنسان بل إن الرحمة بالحيوان تدخل صاحبها الجنة قالوا يا رسول الله وإن لنا في هذه البهائم لأجرا فقال في كل ذات كبد رطبة أجرا إلى هنا تنتهي الفقرة الثانية طبعا سنأخذ بعض المعاني كلمة تعلنه كلمة تعلنه تعني تنشره وتصدره طبعا أنا فقط هناك خربط بإسماء الفقرات هنا الفقرة الثانية تعلنه تنشره وتصدره طبائعه تعني خصائصه وصفاته طبعه دابة كل ما يدب على الأرض وقد غلب على ما يركب من الحيوان أمم جمع أمة يوجد صورة فنية في بداية الفقرة عندما قال الكاتب أول ما تعلنه مبادئ حضارتنا طبعا صور الكاتب مبادئ الحضارة الإسلامية بشخص يعلن شيئا وينشره أول ما تعلنه مبادئ الحضارة الإسلامية كشخص يعلن شيئا وينشره والفكرة الرئيسة للفقرة الثانية هي المبدأ الذي انطلقت منه الحضارة الإسلامية في معاملة الحيوان بالرفق المبدأ الذي انطلقت منه الحضارة الإسلامية في معاملة الحيوان بالرفق طبعا لو عدنا إلى الفقرة نرى أن أول مبدأ يعني قامت به الحضارة الإسلامية هي بيّنت أن عالم الحيوان كعالم الإنسان يا جماعة لا يمكن الاستهانة بالحيوانات هي لها خصائصها لها طبائعها لها شعورها وورد آيات كثيرة على الحظ وعلى الانتباه للحيوانات وعدم الاستهتار بها وعدم إيذائها وورد الكثير أيضا من الأحاديث النبوية الشريفة وفي هذه الفقرة كان هناك الآية الكريمة ودلالتها وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثالها هنا دلالة على أن كل الحيوانات لها أصناف محددة وهي أمة محددة كالإنسان كالناس كبني آدم أمم كأمة الطير والذئاب وغيرهم من الحيوانات ودلالة قول الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ذات كبد رطبة أجر دلالة على أن الرحمة بالحيوانات الحية هي من صفات المجتمع الإسلامي والله تعالى يجاز الإنسان على رحمته بالحيوان فكل هذه ما هي إلا دلائل تبين عناية ورحمة الإسلام بالحيوانات الآن سننتقل إلى الفقرة الثانية والتي ستكون من كلمة من كلمة ومن صور الرحمة إلى كلمة ومأمنة إلى كلمة ومأمنة سأقرأها الآن ومن صور الرحمة بالحيوان في حضارتنا أن لا نمكث طويلا على ظهره وواقفا ولا نعرضه للضعف والهزال ولا نتلحى به في الصيد قال صلى الله عليه وسلم من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله يوم القيامة يقول يا ربي يا ربي إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفع ولا نحرش بين الحيوانات أو نسمها في وجوهها بالكي بالنار ونهى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عن فجع الطير بفراخه وإحراق قرى النمل فقال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار ومن ذلك أيضا أن على مالك الحيوان إن لم يطعمه أو أن يبيعه أو يسيبه في مكان يجد فيه طعامه ومأمنه إلى هنا الفقرة الثالثة الكلمات الجديدة نمكث أي نبقى ونطيل الجلوس الهزال الضر والضعف يعني هنا تأتي الهزال والضعف ترادف عبثا من غير فائدة عجة رفع صوته نسمها نترك فيها أثرا تعرف به نترك فيها أثرا إما بكيها بالنار أو بقطع في أذنها يعني نترك سماء أو علامة مميزة بها نحرش تعني نغري بينها نغري بينها كما يفعل طبعا بين الجمال والديوك وغيرها طبعا الفكرة الرئيسة للفقرة الثالثة هي صور الرحمة بالحيوان في حضارتنا الإسلامية هناك صورة حركية وصوتية في كلمة عجة طبعا صور الطائر القتيل يصيح بأعلى صوته طالبا من الله تعالى إنصافه ممن قتله ظلما من غير منفعة فعندما قال من قتل عصفورا عبثا عجة إلى الله هنا صورة حركية صوتية هذا الطائر يطلب من الله أن ينصفه ممن ظلمه ممن قتله من غير فائدة ولا منفعة هذه الصورة الحركية في الفقرة الثالثة إذن تبين لنا الفقرة الثالثة الكثير من صور الرحمة بالحيوان ومن هذه الصور طبعا أن لا نطيل المكوت والجلوس على ظهر هذه الحيوانات وأيضا أن لا نعرض هذا الحيوان للضعف والهزال ولا ننتله به في الصيد يعني لا يجوز أن نؤذي هذا الحيوان الآن قبل الانتقال إلى الفقرة الرابعة أود التطرق لبعض القضايا اللغوية في الفقرتين الثانية والثالثة في الفقرة الثانية عندما قال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما الأسلوب اللغوي في هذه الآية؟ طبعا الأسلوب اللغوي هنا أسلوب حصر إلا دائما تبين أسلوب الحصر وما المعنى الذي يفيده حرف بل بل كما قلنا في درس التوابع بل يفيد دائما الإضراب الإضراب وما الموقع الإعرابي لجملة تدخل؟ إن الرحمة بالحيوان تدخل صاحبها إن الرحمة تدخل الجملة الفعلية في محل رفع خبر طبعا إنه وما الأسلوب اللغوي في قولنا يا رسول الله هنا أسلوب نداء طبعا في الفقرة الثالثة ألا نمكثة من أو ما إعراب نمكثة هي فعل مضارع منصوب وعلام بنصبه للفتحة الظاهرة والفاعل ضمير مسترد قديره نحن ألا عبارة عن أن حرف مصدر ونصب زائد لا النافية التي لا تؤثر بالفعل تؤثر بالفعل أن المصدرية الناصبة لذلك اكتسب الفعل النصب هنا ألا نمكثة طويلا على ظهره وهو واقف طبعا هو واقف هنا جملة بدأت بمبتدأ وخبر نكمل الفقرة نكمل الفقرة إذا فيها بعض القضايا اللغوية في قول الرسول من قتل عصفورا عبثا عجة إلى الله ما الأسلوب اللغوي هنا؟ هنا أسلوب طبعا شرط شرط جازم من قتل عجة ويقول يا ربي أيضا أسلوب نداء تمام إنه لا ينبغي طبعا لا يكفي يكفي هكذا الآن سنبدأ بالفقرة الرابعة والتي ستكون من كلمة أما عناية الدولة إلى كلمة وعاقبة سأقرأ على ما سامعكم أيضا هذه الفقرة أما عناية الدولة فليس أدل على ذلك من أن الحكام كانوا يذيعون طبعا إلياء مضمومة البلاغات العامة على الشعب يوثونهم فيها بالرفق بالحيوان ومنع الأذاعا والإضرار به فقد أذاع عمر بن عبد العزيز في إحدى رسائله إلى الولاة أن ينهوا الناس عن رقد الفرس في غير حق وكان من وظيفة المحتسب وهي وظيفة تشبه في بعض صلاحياتها وظيفة الشرطي في عصرنا الحاضر أن يمنع الناس من تحميل الدواب فوق ما تطيق التاء مضمومة أو تعذيبها وضربها في أثناء السير فمن رآه يفعل ذلك أدبه وعاقبه إلى هنا الفقرة الرابعة سأتطرق الآن إلى المعاني الجديدة في هذه الفقرة البلاغات جمع البلاغ وهو التبليغ والإخبار وكلمة أذاع نشر وبث وفوق ما تطيق لا تكلف فوق استطاعته يعني الشيء لا يستطيع عليه الفكرة الرئيسة للفقرة الرابعة نال الحيوان الرعاية الرسمية في الدولة في تاريخ حضارتنا ومن الأمثلة الدالة على نيل الحيوانات الرعاية الرسمية في ظل الحضارة في ظل الحضارة من خلال هذه الفقرة أن الحكام كانوا يذيعون البلاغات للناس ينشرون الوعي يا جماعة نصيكم بالرفق بالحيوان ابتعدوا عن الأذى لا تؤذوهم لا تضروهم وأيضا عمر بن عبد العزيز وخامس غلفاء الراشدين كما نعلم كانوا يذيع وينشر في رسائله إلى الولاء أن ينهو الناس عن ركض الفرس في غير حق يعني عدا إذا هؤلاء الحيوانات ومن وظيفة المختسب لو قلت ما هي وظيفة المحتسب طبعا هي وظيفة تشبه تماما في صلاحياتها وظيفة الشرطي كيف يعمل الشرطي في هذا العصر أنه يمنع الناس من بعض الأشياء يقيدهم بتعليمات محددة كذلك المحتسب كان يمنع الناس من تحميل الدواب الدواب قلنا مفردها دابة وهو كل ما يدب على الأرض أن لا يحملها فوق ما تطيق وعدم تعذيبها أو ضربها في أثناء السير وبذلك ننسهي من الفقرة الرابعة سأتطرق لبعض القضايا اللغوية كانوا يذيعون ما الموقع الإعرابي لجملة يذيعون طبعا الجملة الفعلية في محل نصب خبر كان هذا تطبيق للقاعدة التي أخذناها عن كانة وأخواتها البلاغات هي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنف سالم ينصب بالكسرة ولذلك تبقى كلمة العامة نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة هذه مهمة الجملة فقد أذاع عمر بن عبد العزيز تذكيرا بالتوابع سنعرف بن هي بدل مطابق مرفوع وعلامة رفعه الضمة قلنا بن إذا جاءت بين علامين تعرف بدل مطابق أيضا وكان من وظيفة المحتسد الجملة التي جاءت بين شرطتين هي جملة معطرضة لا محل لها من الإعراب لا محل لها من الإعراب يكفي هذه القضايا والآن سأنتقل بكم أعزاء الطلبة إلى الفقرة الخامسة والتي ستكون من كلمة وكان إلى آخر النص وكان للصحابي الجليل أبي الدرداء رضي الله عنه بعير فقال له عند الموت يا أيها البعير لا تخاصمني إلى ربك فإني لم أكن أحملك فوق طاقتك وكان الصحابي عدي بن حاتم رضي الله عنه يفت الخبزة يفت هنا ألفاء مضمومة وليس يفت للنملي ويقول إنهن جارات لنا ولهن علينا حق ومشى العالم الكبير أبو إسحاق الشرازي في طريقه ومعه بعض أصحابه فعرض له كلب فزجره أحد أصحابه فنهاه أبو إسحاق وقال له ذآما علمت أن الطريق مشترك بيننا وبينه وحسبنا أن نجد في ثبت الأوقاف القديمة أوقافا خاصة لتطبيب الحيوانات المريضة وأوقافا لرعي الحيوانات المسنة العاجدة بهذا تكون قد انتهت الفقرة الخامسة سأتطرق لبعض الكلمات الجديدة ومعانيها يفت يقطعه كسرا كبيرا يعني يقطعه إلى أجزاء زجر الكلب طرد صائحا به طردوا صائحا به حسبنا يكفينا أوقاف مفردها وقفه ويأموال جعلت في سبيل الله الفكرة الرئيسة للفقرة الخامسة أمثلة صادقة على الرحمة بالحيوان في ظل حضارتنا ويوجد هنا صورة فنية في قول الصحابة عدي بن حاتم إنهن جارات لنا ولهن علينا حق صور النمل بالجار الذي له حق على جيرانه هذا اندل على شيء يدل على أهمية الرفق والرحمة بالحيوانات حتى النمل على الرغم من صغر حجمه إلا أن الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية حثت على أهمية الرفق والرحمة بهذه الحيوانات طبعا من الأمثلة الصادقة على الرحمة في ظل حضارتنا الصحابي الجليل أبي الدرداء عندما تكلم مع بعيره وكذلك الصحابي عدي بن حاتم عندما كان يفط الخبز للنمل وكل هذه أمثلة صادقة على الرفق والرحمة بالحيوانات والآن سأتطرق لبعض القضايا اللغوية في الفقرة الأخيرة كان للصحابي الجليل أبي الدرداء بعير فقال له عند الموت يا أيها البعير لو طلب إليك أو إليك عزيز الطالب إعراب البعير ماذا نعرب البعير؟ مراجعة للتابع الذي أخذناه قبل فترة وهو البدل يا أيها البعير البعير بدل مطابق مرفوع وعلامة رفع الضمة قلنا بعد أيها يأتي بدل مطابق مرفوع وكان الصحابي عدي بن حاتم عدي بن حاتم أيضا هنا بدل من الصحابي وبن بدل يفط وموقع جملة يفط الجملة الفعلية في محل نصب خبر كان أيضا يعني كثير من الكلمات فيها بدل مطابق وحسبنا أن نجد في ثبث الأوقاف القديمة أوقافا خاصة لتطبيب الحيوانات المريضة أوقافا لرعي الحيوانات المسنة العاجزة إعراب المسنة نعت مجرور وعلام جره الكسرة تطبيقا للتوابع التي تم أخذه الآن السمات الفنية للنص أو للمقالة الأدبية وأولا الاستدلال بالقرآن الكريم والحديث الشريف اثنان صدق العاطفة متانة التركيب ودقة التعبير ورصانة التعبير وأخيرا عذوبة الأسلوب ورقته طبعا على كل طالب حفظ على الأقل ثلاثة من هذه السمات العاطفة العامة التي تشيع في النص الاعتزاز بالمبادئ الإسلامية التي تحث على الرفق بالحيوان وبهذا أكون قد أنهيت شرح وتحليل نص الرفق بالحيوان وسأقدم لكم أعزائي الطلبة في تسجيل آخر سأقدم الحل وإجابات أسئلة الفهم والتحليل والقضايا اللغوية وباقي الأسئلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر